طبعا إلى الآن هذه التفريحات هي عبر وسائل إعلامية وبعض المواقع الإخبارية لذلك هي لا يعتدد بها كثيرا نظرا أن نحن عندما نتحدث عن تخارير استخباراتية لا تأتي عبر وسائل الإعلام ربما هي تستخدم كأداة جدس النبض ربما حتى يكون هناك قراءة للمشهد وخاصة نحن نتحدث عن وضع الليبي في ظل الانتسام العسكري والسياسي وهناك بعثة الأمم المتحدة وهناك مجلس الأمن ولزارة ليبيا تحت الفصل السابع قرار 71 و73 حضر السلاح حضر الطيران حماية المدنيين ولكن تظل هذه الدول تبحث عن مصالحها داخل ليبيا أيضا تبحث عن أطراف محلية نعم قائد عمليت الكرامة شعى إلى التواصل مع روسيا محاولة أن يقدم تنازلات ومحاولة تفعيل صفقات التي كان عاقتها القذافي في السابق مع التحدي السوفيتي محاولة تفعيل هذه الاتفاقيات للاستفادة من الأسلحة ومن الخبرات الروسية حتى يدعم عملياته ومشروعه داخل ليبيا ولكن في ظل وجود ليبيا تحت الفصل السابع مجتمع شرط لذلك يشكل عقبة أمام أي تدخل معلن أو أي تدخل مباشر في ليبيا سيد عبد الكافي سيد عبد الكافي هناك ربما تصريحات سابقة من مسؤولين فرنسيين بشأن وجود عسكريين بالفعل على الأرض الليبية هل تعتقد أن ما أوردته الصحيفة يتماشى مع هذه التصريحات وبالتالي الوجود الروسي هو وجود ربما لا مفر منه نعم سؤال مهم جدا وهذا ما يجعل بعض هذه الدول تتجه إلى استخدام الشركات الخاصة الشركات الأمنية الخاصة هناك شركة بلاكووتر هناك شركة أيضا فرنسية هناك شركة أخرى تتبع لروسيا هذه الشركات هي تظن أدرع استخباراتية لهذه الدول للتدخل الغير مباشر والغير معلن لدعم الأطراف المحلية نعم خليفة حفظة لديه طموح أن يسيطر على ليبيا لديه طموح أن يجلب أفضل قدر من الدعم السياسي والعسكري حتى ينجح مشروعي في ليبيا ويستطيع أن يسيطر ولكن هناك أيضا جانبنا نستطيع أن نقفله وهو تطريحات رئيس مجلة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي ذيكتور بندرو عندما قال أن موسكو ليس لديها مية لبناء قواعد أمي الدول وهنا يحصل ليبيا تحديدا الوضع في سوريا يختلف كليا هناك تحالفات سابقة هناك قواعد عسكرية سابقة أيضا سوريا تعتبر من دول الطوق مع إسرائيل فهناك وضع آخر ولكن لا ننكر أيضا رغب التواجد الروسي في حوضة محر الأمم المتواصف تحديدا على شراط أوروبا في ليبيا وهي تفعي إلى ذلك لوجود ولكن في ظل وجود دولة مستقرة وجود كيان سياسي يستطيع أن يوحد الدول سيد عدل أختمعك بهذا السؤال إذن حظتك ترى أن هذه الصحيفة كلامه في النهاية هو مجرد كلام من قبل وسائل الإعلام لا يعتد به وخاصة أنها أوردت كلام عن مسؤول في الاستخبارات البريطانية مع ذلك أنت ترى أن هذا الكلام قد لا قيمة له هو مجرد كلام وسيلة إعلامية سيد الكريم أنا لا أستبعد أنا أشرت في حديثي أن لا أستبعد مثل هذا الضموح وأشرت منطب وضوح أن روسيا تسعى إلى هذا الضموح التحقيقي ربما هناك معلومات استخباراتية دقيقة جدا ولكن لا أتصور أن المعلومات الاستخباراتية توزع عبر وسائل الإعلام مباشرة عن هذه الرغبات أنا أشرت أيضا إلى نقطة موجة في النظر سواء كان في ليبيا سواء كان الدول التي هي متداخلة في ليبيا الآن لدينا أفرق في ليبيا لدينا التواجد الإيطالي في ليبيا التواجد الفرنسي هناك عدة أطراف دولية موجودة في ليبيا روسيا تريد أن توجد لها حليف محلي وهو خليفة حفتر وهذا تمثل في الزيارة السابقة لحاملة الطائرات الروسية واتقبالها لخليفة حفتر لا أنكر ولا أتبعد فرضية أن روسيا تسعى إلى هذا الأمر ولكن أتصور أن هذه الدول تريد كيان سياسة موحدة في ليبيا نعم تحاول أن تدعب خليفة حفتر وتتواجد عن طريق في حالة أن سيطر على ليبيا واستطاع أن يحكم ليبيا تقع هنا ولكن في ظن الانقسام الذي أصبح يشكل خطورة على أي طرف يدعم طرف بعيني داخل ليبيا منطقة الغربية أو منطقة الشرطية يكون هناك تواجد سيشكل خطورة وتهديد على هذا التواجد أشكرك شكرا جزيلا سيدة عدل عد الكافي الخبير العسكري كنت معي عبر الهاتف من طرابلس ترجمة نانسي قنقر